السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدمه مرحبا بك المحبي وعشيق لعبة تنالين أسطورية صديق عزيز في تعليقات فيديو يوم أمس كتب لي يا عمر أنا إلى الآن لم أستلم التعويض الذي منحته اللعبة للعبين من هنا صديقي سوف أقوم بإنشاء هذا الفيديو لتوضيح بعض الأشياء صراحة مهما فهمنا أو مهما عرفنا للأسف إلى الآن أنا كعمر يعني سبع سنوات وأنا ألعب هذه اللعبة إلى الآن لا أعلم كيف تدار هذه اللعبة ولا طريقة لنقل تصريف الأمور ولكن سوف أحاول لنقل تبسيط المعلومة وإيصال المعلومة لكم على حسن ما فهمت الفصل الأول من الفعاليات وقع فيه خطأ تم تعويض بعض اللاعبين ولكن هناك بعض اللاعبين الذين لم يعوضوا هنا الخطأ يقع على الشركة وعلى اللاعبين يقع عليهما معا لماذا يقع عليهما معا؟ الخطأ الذي وقع على اللاعبين هو أنه للأسف قلنا في أكثر من فيديو في أكثر من فيديو قلنا يا شباب لا بد من الاتصال بالشركة يا شباب لا بد من القيام بإعلام الشركة لأنكم لنقل تعرضتم للخطأ ولم يتم تعويضكم يا شباب راسلوا الشركة أكثر من مرة للأسف بعض الأصدقاء لا يشاهدون الفيديوهات كاملة أو لا يشاهدوا المحتوى الفيديوهات لأنه صراحة بعد الأحيان يصيبوني الإحباط لأنه حتى في فيديو أمس في التعليقات التي وردتني في فيديوهات يوم أمس أتى لي صديق يقول لي يا عمر أنا طبعا وضعت فيديو خاص بتطوير تنين صلوم قال لي يا عمر ضع لنا تطوير تنين فوفان ومعه بعد التنانين التي تظهر في السوق القادم لأن الأصدقاء حصلوا عليها بالفعل وأنا من يومين أو ثلاث أيام وضعت بالفعل تطوير لتنين فوفان يعني صراحة لا أعلم كيف أعبر عموما عموما هنا حتى نبث الطاقة الإيجابية وليست سلبي عموما ما الذي حدث في التعويضات أصدقائي الذي حدث في التعويضات أن اللعبة قالت أو الشركة قالت شاهد معي صديقي هذا التعليق في تعليق سابق وبالضبط يوم سبعة هذا الشهر يوم سبعة هذا الشهر يعني قبل خمسة أيام من الآن أو ستة أيام من الآن تعليق من القائمين على سيرفر ديسكورد الخاص باللعبة كما تشاهد صديقي في الشاشة قالت اللعبة أو قال لنقول المعلق الجولة الثانية من التعويضات ستنتهي وستستغرق وقتا للوصول إلى الجميع نحن ندرك أن البعض يحصل عليه مرتين وهنا يقصدون أن التعويض حصل عليه بعد اللاعبين مرتين هم يعلمون أن اللاعبين حصلوا على التعويض مرتين بعد اللاعبين كان من المفترض أن يحصلوا عليه مرة واحدة هم لا يستطيعون التصرف إلى هذا الأمر لاحظ تديقي يحصل عليه مرتين والبعض الآخر حصل على ما كان من المفترض أن يحصل عليه إذن هنا لدينا فئة من اللاعبين حصلوا على التعويض مرتين وفئة ثانية من اللاعبين حصلوا على التعويض مرة واحدة أنا مثلا حصلت على التعويض مرة واحدة والبعض الآخر أو فئة أخرى أو جزء ثالث من اللاعبين لم يتلقى شيء بعد لا يتحكم وركز هنا هذا السطر هو كارثة بمعنى الكلمة لاحظ لا يتحكم مدير المجتمع لا يتحكم مدير المجتمع والمشرفون في من يحصل على ماذا أو متى يحصلون عليه اللعبة تقول لكم لا تنشروا صورا إذا تلقيت أكثر مما ينبغي جميل بالنسبة لك ولكنه يخلق دراما هكذا عبروا يخلق دراما لأولئك الذين لم يفعلوا ذلك هذا التعليق بالنسبة لي صراحة لا أجد تفسيرا له خلاصة التعليق أن الشركة تقول لك أن التعويضات ذهبت بشكل تلقائي أي أنهم دغطوا على الزر من أجل تعويض كل اللاعبين بعض اللاعبين حصلوا على التعويض مرتين يعني حصلوا على التعويض الأول والتعويض الثاني أو حصلوا على التعويضين أو تعويضوا مرتين في نفس الوقت بعض اللاعبين حصلوا على تعويض واحد بعض اللاعبين لن يحصلوا على شيء خلاص حسم الأمر مدير المجتمع يعني مديره ليس مدير اللعبة إنما مدير المجتمع أي مشتمع الدسكورد وكذلك مشتمع الفيسبوك وغيرها لا يستطيعون فعل هذا أحيال هذا أي شيء أي أن صاحب هذا التعليق وهو مسؤول في سيرفر دسكورد يقول على أنه لا يفعل شيء أو لا يستطيع فعل شيء ولهذا نقول لك لا تنشره طبعا أنا لا أعلم من هو صاحب هذا التعليق ولكن على حسن ما أرى هو منشور في صفحة اللعبة على دسكورد وبما أنه منشور ولم يحدث وما زال موجود إلى حد نشر هذا الفيديو القائمين على صفحة دسكورد لنقول موافقون عليه أو يؤيدونه هنا وقع ظلم على اللاعبين الذين لم يسلموا أي تعويد وصراحة بالنسبة لي كعمر أنا كنت متوقع هذا الآن بالنسبة لللاعبين الذين السلاموا التعويد مرتين مبارك عليهم اللاعبين الذين السلاموا التعويد مرة واحدة مثل أنا مثلا سلامت التعويد مرة واحدة طيب مبارك عليكم أيضا اللاعبين الذين لم يسلموا التعويد ولا مرة هؤلاء الفئة من اللاعبون ظلموا حتى نكون واقعين كان من المفترض أن اللعبة تعويدهم بأي طريقة كانت هذا خطأ من اللعبة الخطأ الذي وقع على اللاعبين وهو أنه للأسف لم يرسل الشركة بالشكل المطلوب كان من المفترض صديقي أن ترسلها اليوم وغدا وبعد غد وبعد غد لن تخسر شيء مجرد ضغطة زر تكرر نفس الرسالة وترسلها لهم حتى يتم تعويدك الآن هل فات الأول من أجل مراسلة الشركة من أجل الحصول على التعويد في اعتقاد الشخصي فات الأول لأن الفصل قد انتهى وبدأ فصل آخر لكن إذا أردت صديقي يمكن لك إعادة مراسلة الشركة وانتظر ردهم طبعا ردهم سوف يتأخر مع العلم أنه ضعف الحسبان أنهم لا يعملون لا يوم السبت ولا يوم الأحد لأن بعض الأصدقاء رسلهم مثلا على سبيل المثال الجمعة ولم يتلقى رد لأنهم لا يعملون هم في راحة وفي أجازة يوم السبت والأحد بداية دوامهم يبدأ من الاثنين إلى الجمعة هذا للأسف خطأ وقع من اللعبة الآن لماذا وقع لنقول هذا الخطأ في تصوري الشخصي شاهد معي صديقي تابع معي صديقي بحكم أني عملت لفترة لنقول في إدارة السيرفورات أو الخوادن فإن اللعبة الثانية الأسطورية التي تلعبها أنت صديقي هي موجودة في حاسوب هذا الحاسوب يسمى سيرفور أو خادوم هذا الخادوم يوجد في مركز بيانات يسمى ديلتا سنتر هذا الحاسوب يتم إدارته من الشركة من خلال مجموعة من العمال شكله أو مكانه في الديلتا سنتر أو في مركز البيانات هو بهذا الشكل هنا توجد لعبة الثانية الأسطورية على سبيل المثال في هذا المكان ومركز البيانات تديقي تقوم بهذه الطريقة هذه الحاسوب التي تشاهدها هنا ربما مثلا واحد منهم توجد داخله لعبة الثانية الأسطورية أنت عندما تتصل من جهازك فإلا جهازك يتصل بهذا الخادوم الموجود عليه لنقل ملفات اللعبة وبالتالي أنت تصل إلى هذا الحاسوب وتتصفح اللعبة في اعتقاد ما الذي حدث في هذه الفعالية بالذات لا بد أن أحد من هذه الحاسوب لربما أعيد تشغله بالمناسبة هذه الحاسوب لا يتم إعادة تشغيلها إطلاقا إلا للصيانة هذا يكون مرة في السنة ومرة في العشر سنوات على سبيل المثال هذه المركز البيانات تكون صديقي لنقل سرعاتها عالية جدا لديها مضادة الحرائق لديها تبريدات لديها طاقة أو مولدة طاقة لنقل احتياطية في حالة ما إذا لنقل فوصلة سيارة الكهرباء أو شيء المهم حتى لا ندخل في تفاصيل تقنية نحن في غير العالى في اعتقادي أن اللعبة التحيل الأسطورية المتواجدة في أحد هذه الحواسيم لربما لو أن هذا الحاسوب وقع فيه عطمة فتم القيام باستعادة نسخة من اللعبة لأن هذه الحواسيم التي تشاهدها هنا يتم نسخها على مدار الساعة يعني مدار الساعة يتم نسخها ولنحن اللاعبين مجرد لنقل معرفات أو أرقام أو بيانات داخل هذه الحواسيم عندما لنقل سقط أحد هذه الحواسيم لعنه سقط من الدرج لا سقط عن الخدمة يعني عندما توقف عن الخدمة هذا الحاسب صديقي البيانات الموجودة فيه فقيدت وعندما أعيدت هذه البيانات تم فقدان تقدم اللاعبين ولهذا الشركة أرسلت التعويد التعويد أرسل ولكن الشركة نفسها لا تعلم من هم الذين تدرروا ومن الذي لم يتدرر ومن الذي وصله التعويد هذا في اعتقادي هو السبب وهذا السبب هو الذي جعل لنقول اللعبة لنقول تقف عن العمل اللعبة التي تشاهدها الآن هذه الرسومات وهذه لنقول التاني وغيرها كلها كلها موجودة على هذا الحاسوب الموجود في مكان ما في هذا العالم لربما في يوم من الأيام أكشف لكم المكان الحقيقي المتواجد فيه مركز البيانات القائمة عليه اللعبة إذا كنتم تريدون هذه المعلومة أخبروني في التعليقات حتى أعمل بعد المحوثات وأكشف لكم لنقول المكان الموجود فيه اللعبة كل اللعبة التي تشاهدها هو التاني والبيانات وغيرها كلها عبارة عن أرقام داخل أحد الحواسيم التي شاهدتها من قبل قليل طبعا هي ليست هي بالذات ولكن لنقول فيديو تمثيل لا عندما سقط هذا الحاسوب أعيدت البيانات مرة أخرى وفقدنا لنقول تقدم اللاعبين تم تعويد اللاعبين ولكن ليس بالشكل المطلوب كما قلت الحل الآن صديقي في حالة ما إذا تم تعويدك مبارك عليك اللعبة تقول والصراحة لم أفهم هذا التعليق ما حصل على التعويد لا ينشر ذلك في الموسائل التواصل الاجتماعية لأنه يسبب الإحباط لبقية اللاعبين صراحة هذا لنقول ليس عذر وعذر أقبع من ذنب وغير من هذه الأمور لكن الخلاصة أنه خلاصة من هذا الفيديو أن هناك بعض اللاعبين بالفعل تم ظلمهم وهؤلاء اللاعبين الذين تم ظلمهم للأسف لا يوجد لديهم أي وسيلة أخرى للسعادة أو رفع هذا الظلم إلا اتصال بالشركة راسلوا الشركة وأشاهدوا الودوداء تم تعويدكم جيد لم يتم تعويدكم صراحة الأمر عادي لا أراه لنقول أمر يستحق لنقول الإحباط بسبب بسيط جدا أعلم أنه وقع عليكم ظلم صحيح ولكن هذا تعودنا ليس هذا بجديد على اللعبة ولا على طريقة لنقول تسير اللعبة هذا شيء عادي تعودنا منهم هذه الحركات وإذا لاحظتم وعودوا إلى الفيديوهات التي كنت أعشرها لبداية هذه الفعاليات أني حذرت من ذلك قبل ظهور الخطأ وقبل لنقول ظهور لنقول لماذا لنقول قبل ظهور هذه الأخطاء والتعويدات وغيرها في الفيديوهات الأولى صديقي التي كنت أنشر للعبة سنة الأسطورية بالضبط هذه الفعاليات كنت أقول توقعوا أي متفاجآت توقعوا أي شيء أو بالفعل حدثت بالفاصل الأول الخلاف هنا أنه لنقول هذه الأشياء التي توقعت حدوثها حدثت مبكرا جدا عموما فلن نتكيف أصدقائي مع هذا الأشياء ونحاول القيام لنقول أصدقائي الذين لم يتوصلوا بعد بأي تعويد راسل الشركة أعلى وعسى يكون هناك لنقول تصرف منهم مع أني أبرز لكم في البداية التعليق الخاص لنقول بالشركة صديقي شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو وواصل واصل الاستمتاع بلعبتك المفضلة للعبة تأسطورية ولا عليك من بقية التفاصيل أتمنى لكم جميعا التوفيق في الحصول على ما تريدونه من هذه الفعاليات